اشتركوا في القناة او مثلا يطبعون شهادات او يطبعون ملصقات لعدد كبير من الاسماء او من الاشخاص وما يريدون يسترقون وقت كبير في كتابة هؤلاء يعني اسماء هؤلاء الاشخاص كتابة يعني يدوية فمثلا يعني على سبيل المثال لغرض التوضيح عندي مثلا انا سويت كورس او عندي مثلا طلبة واريد اصدر لهم شهادة طبعا الطلبة عددهم كبير يعني مثلا حاليا مسجلين في الكورس عدد ضخم بالالاف الكورس الورد فبالتالي احنا راح نصدر شهادة هذه الشهادة من غير المعقول انه انا عدد بالالاف اكتبهم كتابة يدوية بالتالي اذا كان عندي عدد كبير من المتدربين مثلا احنا هسا مثالنا اللي هو شهادة تقديرية يريد ان نصدر واريد هذه الشهادة التقديرية لكل شخص باسمه ومعلوماته مثلا فعندي عدد متدربين قليل هذا عدد المتدربين قليل انا مسوي مثلا هذا مثلا مستند وورد امسوي بجدول بالاسماء هذا الجدول انا انشأته اما انا انشأته يدويا اما يعني هذا الجدول خليت المشتركين يسجلون مثلا في فورم او في استمارة معينة الكترونية وبالتالي اقدر انا اسحب قاعدة البيانات او الشيط مال هذه الاستمارة فيصر عندي جدول هذا جدول بالورد جدول عادي تعلمنا كيفية انشاء جدول بالورد يحتوي على الاسم واللقب والمهنة والعمر ومحمد الصربي المهنة طبيب العمر 23 حسام اليوغسلافي خالد البنغالي قاسم الاسترالي سمير الفرنسي وهكذا هؤلاء اريد ان اصدر لهم شهادة هؤلاء هم خمسة اشخاص اريد ان اصدر لهم شهادة انا بامكاني كتابة الى السيد مثلا حسام يعني الى السيد محمد الصربي مثلا الذي يعمل كا اقدر اكتبها كتابه لكن انا اريدها بصورة اوتوماتيكية وريد اطبعها مرة واحدة فكيف اعمل هذا الشيء حقيقة من تبويب مراسلات اللي موجود في الورد هذا التبويب يحتوي على هذه القوائم من قائمة تحديد على فرض انه احنا هذا الملف اللي يحتوي على الجدول خازني يعني ملف مستقل مخزون باسم جدول اسماء المشتركين وورد وبي الجدول اللي بي اسماء المشتركين اريد مثلا الى السيد يطلع الاسم الفلاني ويطلع مهنته ويطلع عمره وكذلك اذا مثلا الشهادة التالية يطلع اسم السيد الفلاني ومهنته وعمره فكيف نعمل هذا الشيء من تحديد مستلمين من بدء دمج المراسلات تحديد مستلمين واستخدام قائمة موجودة نضغط عليها ونحدد الملف اللي احنا خازنين بي اللي هو اسم جدول اسماء المشتركين وورد تم تحديد الملف طيب شنريد ندرج هنا الى السيد شنو احنا الملف لو تلاحظ الملف يحتوي على الاسم واللقب والمهنة وهذه الاعمدة الاسم اللي بها الاسم الاول اللقب اللي بها لقب او الاسم الثاني او الاخير والمهنة والعمر طيب في هذا الحقل او في هذا السطر ما الذي نريد ان ندرجه يا عمود اي عمود فمن كتابة الحقول وادراجها نختار على هذه القائمة المنسدلة ادراج حق الدمج ونختار لاحظ انه احنا من نختارين الملف الملف يحتوي على اربع اعمدة او تسمى باربع حقول الاسم اللقب المهنة العمر كذلك رح تطلع عندنا الاسم اللقب المهنة العمر لان اختارين هذه اسماء الاعمدة فنريد الى السيد طبعا ننطيس بيس الى السيد الاسم الاول فراغ واللقب الى السيد الاسم واللقب والذي يعمل كالمهنة وعمره العمر تمام الموضوع طيب خلي نعاين النتائج نروح على معاينة النتائج ونشوف شنون رح يتحول رح تتحول هذه العناصر الى الاسماء نقدر يعني نتنقل بيها بكل سهولة نضغط على معاينة النتائج لاحظ انه اول اسم الى السيد محمد الصربي والذي يعمل كطبيب وعمره 23 عاما لاحظ بالجدول انه اول اسم هو محمد الصربي طبيب 23 عاما طيب ننتقل الى الحقل الثاني الى السيد حسام اليوغسلافي والذي يعمل كعالم وعمره 25 عاما لاحظ كيف تتغير اوتوماتيكيا الى السيد خالد البنغالي والذي يعمل كتاجر وعمره 31 عاما الى السيد قاسم الاسترالي والذي يعمل كمهندس وعمره 26 عاما الى السيد سمير الفرنسي والذي يعمل كمعلم وعمره 22 عاما لاحظ انه تم دمج هذه المراسلات بصورة اوتوماتيكية بحيث انه ما احتاج الى كتابة هذه الاسماء كتابة يدوية طيب كيف اطبع هذا الموضوع كيف اطبع هذه الاسماء خلينا اخذ مثال اخر مثال اكثر تقدم ونشوف اشلون نتعامل ونطبع هذه الاسماء مرة واحدة على شكل ملفات منفصلة يعني انا مثلا عندي شهادة لسبع اشخاص اريد هذه الشهادة اطبعها سبع عوراق تصير مرة واحدة فمثلا مستند نفتح مستند وورد جديد على فرض انه احنا عدنا مثلا هذه قائمة جدول بالمشتركين او الاسماء او نقدر نسوي جدول بالاكسل ايضا الورد اما كان الجدول موجود في وورد او في اكسل بالمناسبة هو يعني وظيفة الجداول موجودة في هذين البرنامجين الورد والاكسل وموجودة ايضا في برنامج الاكسس هذه البرامج جميعها تتعامل مع الجداول في اما مثلا انه انا عندي خلينا نقول انه عندي سبع اشخاص مشتركين في كورس وهذا الجدول تم اخذه من الفورم يعني حتى ما انشأته عنك حتى ما كتبته تم اخذه من الفورم مباشرة كقاعدة بيانات نزل عندك جدول اكسل مثلا او جدول وورد انت حر تسوي الجدول بالاكسل او بالورد حسب اللي انت تغبيه خلي نغلق هذا وناخذ جدول الاكسل نشوفه هذا جدول الاكسل يحتوي على الاسم اللقب المهنة العمر الاسم محمد اللقب العراقي اراكي العمر ميرشنت تاج افو المهنة ميرشنت والعمر 24 الاسم كامال ايجيبشن وهو انجينير الاسم سامير الجيريان جزائري وهو اركيتكت وعبدالله السعودي وهو تيتشر ومضار الاماراتي وهو مانجر وسيف المغربي وهو بحار وعلاء الاردني وهو طبيب هذا يعني عدة اسماء وريد نسوي لهم شهادة رح نتعلم هسه شلون يعني انه مثلا نسوي تصميم شهادة بسيط وبسرعة الشهادة اولا يحتاج انه نخلي الورقة بالعرض يعني اتجاه الورقة افقي صار اتجاه الورقة افقي وندرج مثلا هذا قالب للشهادة هذا قالب مثلا هذا هذه القوالب رح تلقونها موجودة ايضا في resources لهذه المحاضرة مثلا هذا قالب الشهادة هذا ونختار خلف النص ونسوي كخلفية بها الشكل تمام هسه هذه شهادة اقدر اضيف لها بعد شعار مثلا المؤسسة او شعار المنظمة او غيرها من الامور اقدر اعدل طبعا اقدر اعدلها التصميم ايضا في الفوتو شوب لكن هذا الامر يعني ما ترك لوقت اخر certificate of achievement this certificate is proudly presented for honorable achievement to المفروض يكون هنا اسم المشترك وهنا يكون مثلا اسم الكورس فخلي اه ندرج اه طبعا نقدر احنا ندرج اه يعني مثلا نكتب كتابة او ندرج مربعات نص المراسلات ايضا حتى تصير في مربعات النص فمثلا مربع نص هنا ونكتب في مربع النص for his participation in ونسوى عليها التنسيقات طبعا ما اريد تعبير شكل ولا اريد اطار و ومثلا مربع نص اخر مثلا مربع نص اخر مثلا ميكرو صوفت اوفيس ديبلوما وايضا يعني نحاول انه نعدل التنسيق مثلا هذا نوع الخط ويعني حتى مثلا where his job is and his age is حيث انه مهنته هي كذا وعمره وكذا نقدر حسنا ندرج الاسم هنا الاسم نقدر نختار مربع نص ايضا مربع نص هنا ونحدد هذا ونمسحه ونختار مراسلات وتحديد مستلمين احنا نريد ندرج هؤلاء المستلمين واستخدام قائمة موجودة هذا الملف احنا سميناه جدول اسماء المشتركين اكسل خازنينا يعني ما يحتاج انفتحه اصلا يعني انا فاتحه فقط لحتى يعني لرؤية داخل المستند فنروح وين خازنينا مثلا جدول اسماء المشتركين اكسل يحتوي السطر الاول على البيانات من رؤوس العمدة نعم لاحظ انه السطر الاول هو عبارة عن اسم العمود يعني فلذلك نخلي هذا المؤشر موجود ونكتب على موافق نضغط على موافق تمام هسا شنو اريد ادرج هسا اريد ادرج الاسم واسبايس ثم اللقب تمام طيب هسا اسوي تنسيق معين الاسم واللقب و اختار خط مثلا هذا او هذا الخط هنا يكون و his job is اذهب الى مراسلات لا زال الملف فعال وايضا استطيع اضافة هنا فراغ space انطي job is المهنة و his age is العمر طبعا اقدر ايضا اعدل التنسيق الخاص هنا بالاحمر انطي bold وهنانه بالازرق وانطي bold زين هسا شنسوي هسا روح نفحص معاينة النتائج طبعا اه نقدر لاحظ اول اسم محمد الاراقي job merchant والعمر 24 و ثاني اسم ثاني اسم كامال ايجيبشن انجينير 25 لاحظ كيف تتغير بكل سهولة تم انشاء شهادات لالاف المشتركين بكل سهولة وبنقرة زر واحدة تعتبر ها هم سبع اشخاص شهاداتهم كاملة بهذا الشكل يتبقى فقط طباعة واذا اردنا طباعة هذه الشهادات كل شهادة على حدة كل شهادة منفصلة فنستطيع نضغط على من تبويب انهاء نضغط على انهاء ودمج تظهر لنا هذه القامة المنسدلة نختار طباعة المستندات طبعا طباعة السجلات الكل احنا عدنا سبع مشتركين فاريد اطبعهم كلهم لكن اذا اردت مثلا تطبع سجل واحد اللي انت بيه اللي هو السمير الجيريان تقدر تطبع بس هو واذا اردت تطبع جزء من هؤلاء يعني مثلا من واحد الى خمسة ما اريد سبعتهم اريد من واحد الى خمسة تستطيع ذلك احنا ها ساريد الكل فنضغط على موافق راح تظهر انه نافذة الطباعة نقدر نطبع بيها راح احولها طبعا انا الى بي دي اف فرح احول الملف هذا الى بي دي اف وكأنما هو يطبع كبي دي اف واضغط موافق واخزن هذا الملف في مثلا سير تفيكيتس اسمي سير تفيكيتس جاري طباعة الصفحات تم طباعة الملف لاحظ اذا افتح هسا ملف في البي دي اف شنو اجد بي؟ اجد بي انه شهادة الاولى باسم محمد العراقي الميرتشنت 24 وهذه صفحة واحدة شهادة الثانية هي لكمال شهادة الثالثة لسمير شهادة الرابعة وهكذا لكل المشتركين بحيث هسا اذا اطبع هذا ملف في البي دي اف مثلا رح تطبع لي سبع اوراق وشهادات منفصلة طبعا انا سويت بي دي اف يعني حتى انه اراويكم عملية الطباعة يعني انت تقدر تطبع مباشرة على الطابعة او تقدر تسوي ملف بي دي اف وتذهب الى مكان اخر او ترسل هذه الملفات الى المشتركين يعني على شكل ملفات منفصلة بي دي اف ويعني امور اخرى تقدر تعملها بكل سهولة هنا انت قدرت باستخدام المراسلات وفي الحقيقة احنا هذا الموضوع نستخدمه من زمان يعني خصوصا في التعليم الالكتروني اصبحنا نصدر شهادات للطلبة باستخدام المراسلات عندنا قاعدة بيانات عندنا جدول هذا الجدول فقط انه نصمم الشهادة وهذا التصميم فقط انه نضع فيه الاسماء كما هي نختار الحقل نضع الحقل في المكان المخصص وانتهى الموضوع وبنقرأ الزر واحدة نطبع شهادات لأي عدد كذلك هذا الحال كذلك هذا الموضوع تستخدمه يوديمي يستخدمه وكذلك احنا راح نستخدمه في اصدار الشهادات عدد المشتركين عندنا بالالاف وبالتالي راح نصدر شهادات عندنا طبعا الجدول اللي هو بالالاف من المشتركين ففقط نخلي الاسماء وننطي طباعة تطبع الاوراق من وحدها وبنقرة زر واحدة ترجمة نانسي قنقر